حياكم أصدا وياكم أنس لا تنسى الصلاة عن النبيا هم أخبار المنتخب العراق لهذا اليوم خلينا لك واشتراك تابع الفيديو ويا للنهاية مهر فالح وكيل أعمال علي جاسم في تصريح يقول علي جاسم مستمر مع الفريق الأول للنادي كومو منذ اللحظة الأولى لعلي في إيطاليا وهو يتدرب مع الفريق الأول وحجز مقعد له من أصل مقعدين في قائمة الفريق لللاعبين الذين من خارج أوروبا حسب قوانين الدوري علي جاسم كان في جلسة مع فابريقاز وأكد الاعتماد عليه مستقبلا وأنه يجب أن يتحلى بالثقة والصبر للاندماج مع الفريق اسلوب اللعب في أوروبا تختلف عن العراق ومن الطبيع أن يتاج علي إلى وقت للوصول إلى الجاهزية التامة وللتكييف لطريقة اللعب الجمهور العراقي طالب علي باللعب أساسيا وهو أخذ تقريبا ستة وحدات تدريبية فقط مع الفريق وهذا يشكل ضغط على اللعب الفريق الأول في نادي كومو يتدرك مركز تدريب خاص وعلي يأخذ الوحدات بانتظام مع الفريق نادي كومو والمدرب فابريقاز واثق من تطور علي جاسم ونسأه بأن يتطور خطوة بخطوة مع الوقت توضيح نادي كومو لم يقدم فريقا تحت 23 عام لا تصدق كل ما تقرأه على الانترنت علي جاسم يقول أنا سعيد جدا لوجودي هنا أكيد يوجد فرق كبير بين الدور العراقي والدور الإيطالي التدريب هنا أكثر كثاف والضغط هنا أكبر سأخذ بعض الوقت التأقلم مع اسلوب اللعب وتعلم اللغة والتأقلم مع نمط الحياة الجديد ولكن مع دعم النادي لدي أدافع وثقة بأن فرصة اللعب ستأتي في الوقت المناسب أتدرب بجذف التدريبات لإطباط نفسي وكسب ثقة المدرب وزملائي في الفريق أنا محظوظ بوجود فريق تدريب ما يزبق يارت المدرب فابريقاز الذي يقدم لي الدعم الكبير منذ وصولي إلى جماهيرنا في العراق ودو أن أقول أنني أفعل كل ما بوسعي لتحقيق النجاح أشكركم على ثقتكم بي وتمنى أن أكون عند حسن ظنكم قريبا زيدان قبال في تمرين نادي أطريقة استعداد المباراة تفينتيو ملاحظ في الدور الهولندي الممتاز السؤال المحير ما تدافع وراء بأث إشاعات على لاعبين المهترفين قبل كل مباراة للمنتخب الوطني والغريف الأمر أن الإشاعات تظهر من مواقع عراقية يوم أمس انتشر خبر على إساسك وخلاف بين زيدان قبال والمدرب وها هو الآن يظهر ممتسما في التدريبات الجماعية كل التوفيق لزيدان قبال أما علي الحمادي بقى رسميا في الدور الإنجليز الممتاز بعد ناديا بستويشتون بعد أغلاق نافلة سوق الانتقاط الصيفية في إنجلترا رغم الهجم الشرس عليه من الإعلام المحلي والمحلين ألا أنه أثبت نفسه والمدرب يريده في قادم المباريات في الدور الإنجليزي محمد المسرور النابل أول الاتحاد العماني لكرة القدم يقول الفيفا لو يسمح بالأخول الثنين ألف مشجع عراقي لسلطنة عمان سنخصص 4000 بطاقة للجماهر العراقية الشقيقة جميع أبوابنا مفتوحة لأهل العراق الحبيب ولا تشرف بهم شكرا لكم يا أهلنا بسلطنة عمان وياريد كل الشعوب مثلكم خلي سمعون الكويت شوان عمان راح الضيف للعراق نتمنى انتهى لإحنا وياكم للكأس العالم يوسف الأمين يصل إلى الدوحة ويتدرب عن منتخب الوطني العراقي استعدادا لمواجهة عمان ولكويت مدرب الوحدة السعودي الألماني جوزيف زينبار يقول يوسف الأمين أحد أفضل صفقات للدور السعودي هذا الموسم إنه لاعب مهاري وسريع جدا وبإمكانه اللعب بأي مركز يمكنك تعينه فيه جناح يمين ويسار أو وسط المعب تركيزنا ينصب على مواجهة الاتحاد بعد التوقف الدولي رئيس الاتحاد الكويت مجددا يقول نقول لجماهر العراق أهلا وسهلا بكم في الكويت لكن هناك سياسة من السلطات حددت هذا العدد السلطات سمحت بحضور أكثر من 200 مشجع إلى الكويت تصريح لاعب الكويت السابق في هذا العنز يقول بالنسبة لي كلاعب كويت سابق المشاكل حاليا موقتها مع العراق وأتمنى تدخل الناس الطيبة في إنهاء الفتنة والإساءات والتجاوزات بين العراق والكويت وأتمنى تدخل الناس الطيبة في إنهاء الفتنة والإساءات والتجاوزات بين العراق والكويت نحن أخوة وأشقاء فلنترك المشاهنات والقيل والقلن كرة القدم تجمع الشعوب ولا تفرقها تخيل الكويت منتخب تصنيف 137 ما عنده ولا محترف مدرب ما صار لشهره من دربهم ومتأهل بالصدفة الخسران من الهند شعنده غير انه يهاجم نعلاميا او يحاولون يأثرون علينا ويضغطونه نفسيا ومعنويا نشوكت ما نتعلم من دروس الماضي وانكرر ما هذه المباراة لأردن طبعا اتمنى ما ننجر خلف هذه الامور وانعتبرها مباراة عادية جدا لأن الكويت موند إلنا اطلاقا ان شاء الله فازيهم نتيجة مريحة ان شاء الله دانيل السعيد وحسين عني ضمن القائمة النهائية بعد ان اعلن نادي هرنيفين هولندي سفرهم للبصر لمواجهة عمان ولكويت الاسبوع المقبل ثناء ولا اروع ابراهيم بايش يقود فريق الرياض للفوز على الخلود بثلاثة اهداف لهدفي دور روشن السعودي بعد مساهمته في الهدف الأول وتسجيله لهدف الثاني رابطة الدور السعودي تختار ابراهيم بايش كافضل لاعب المباراة بعد تألقه مع فريقه الرياض امام الخلود المدربي سيدر مادير وصل لتدريبات المنتخب العراقي في الدوحة قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون مع كاساس تم الترحيب به من عدنان درجال وهو ايضا محلل جيد بحسب المصادر الاسباني كارلوس هرناندز يقدم استقالاته من تدريب كربلا بسبب سوء التعامل من ادارة النادي تصريح هيران احمد يقول حضور 60 الف متفرج لملعب البصرة هو دافع لان تعطيهم كل شيء والفوز بالمباراة اشتركوا في القناة